أعلن منتدى الدول المصادرة للغاز في تقرير شهري أن هناك انخفاضاً على طلب الغاز في أوروبا بشكل حاد في النصف الأول من عام 2023 وأرجع المنتدى هذا التراجع في المقام الأول بشتاء الدافئ بشكل استثنائي والذي شهده للتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الجهري مما أدى إلى انخفاض الطلب على تدفئة المنزلية بشكل حاد انخفض الطلب على الغاز في أوروبا في النصف الأول من عام 2023 ويبدو أن ذلك سيستمر حتى نهاية العام منتدى الدول المصادرة للغاز أشار في تقرير إلى تراجع الاستهلاك بنسبة 10.6 في النصف الأول من 2023 أي ما يعادل 21 مليار متر مكعب بحسب التقرير ويفسر هذا التراجع في المقام الأول بالشتاء الدافئ بشكل استثنائي الذي شهده الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2023 مما أدى إلى انخفاض الطلب على التدفئة المنزلية التقرير يشير كذلك إلى تحديد الاتحاد الأوروبي هدفا يتمثل في خفض الاستهلاك بنسبة 15% في دوله الأعضاء في النصف الثاني من عام 2023 لا يزال احتمال ملاحظة اتجاهات مماثلة في استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا مرتفعة ويستند تقدير منتدى الدول المصادرة للغاز خصوصا إلى أحدث التوقعات الجوية التي تشير إلى أن الربع الأخير من عام 2023 سيتسم بظروف أدفأ نسبيا فضلا عن تواصل سياسة الاتحاد الأوروبي في خفض الاستهلاك التقرير توقع كذلك انخفاض الطلب من القطاع الصناعي الذي لا يرجح أن يشهد انتعاشا كبيرا خلال الأشهر الستة المقبلة لكن لم تشهد كل مناطق العالم انخفاضا في الطلب على الغاز فقد سجلت الصين مثلا زيادة بنسبة 6% في استهلاكها في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ترجمة نانسي قنقر